بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف حالكم يا أطفال؟ إذن نكمل دروس الرياضيات من يذكرني في ضعف العدد أربعة؟ ما هو ضعف العدد أربعة؟ إذن كما تعودنا؟ من تساعدنا في إيجاد الضعف؟ نعم إنها الدعسوقة إذن نرسم في الجهة اليسرى للدعسوقة قريصات واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن رسمنا أربع قريصات من الجهة اليسرى للدعسوقة ولإيجاد الضعف نعيد رسم أربع قريصات من الجهة اليمنى للدعسوقة واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن الآن سوف نجمع عدد القريصات في جناح الدعسوقة لنجد ضعف العدد أربعة ما معنا هذا؟ إذن أربعة زائد أربعة كم يساوي؟ لنقوم بالحساب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية إذن ضعف العدد أربعة هو العدد ثمانية أحسنتم نكمل دائما مع الضعف والآن نبحثه على ضعف العدد ستة دائما نرسم الدعسوقة إذن ضعف العدد ستة إذن نرسم ست قريصات من الجهة اليسرى للدعسوقة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن رسمنا ست قريصات من الجهة اليسرى للدعسوقة إذن نحن نبحث عن الضعف إذن نعيد الرسم ست قريصات من الجهة اليمنى للدعسوقة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن نرسمنا ست قريصات من الجهة اليمنى للدعسوقة الآن نقوم بجمعها إذن ستة زائد ستة كم يساوي؟ نقوم بالحساب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر إذن ستة زائد ستة كم يساوي؟ إثنى إثنى عشر إذن ضحف الستة هو العدد إثنى عشر إذن هنا قد فهمنا كيف نخرج ضعف العدد الآن نقوم بفتح الكتاب الصفحة مئة وخمسة عشر إذن قمنا بفتح الكتاب كتاب الرياضيات صفحة مئة وخمسة عشر إذن درسنا اليوم هو إذن درسنا اليوم هو الحساب بتمعن رقم اثنين دائما نبدأ بأكتشف أكتشف كيف نحسب ثمانية زائد تسعة كيف نحسب ثمانية زائد تسعة دائما مع سيلين وأمين سيلين تفكر بتفكيك العشرة إذن سيلين تفكر بحساب العملية ثمانية زائد تسعة بتفكيك العشرة وأمين يفكر باستعمال ضعف الثمانية أمين يفكر باستعمال ضعف الثمانية نبدأ بمساعدة سيلين في الحساب إذن كما قلنا سيلين تفكر في تفكيك العشرة إذن نساعدها في حساب العملية ثمانية ثمانية زائد تسعة يساوي ثمانية زائد اثنان ثمانية زائد تسعة يساوي ثمانية زائد اثنان إذن سيلين تفكر بتفكيك العشرة يعني أنتج أن هي سيلين تبحث عن العدد الذي يثمم الثمانية لتصبح عشرة تبحث عن العدد الذي يثمم الثمانية لتصبح حشرة إذن كم تحتاج الثمانية لتصبح عشرة لنحصل إلى اثنان تحتاج إلى اثنين من أين تأتي بالاثنين تأتي بالاثنين من التسعة إذن تأتي بالعدد اثنان من التسعة إذن تأخذ من التسعة اثنان فكم يبقى لها؟ إذن نقوم بعملية ناقص تسعة ناقص اثنان كم يبقى لنا؟ أحسبوا كم النتيجة؟ سبعة أحسنتم إذن يبقى سبعة إذن انظروا إلى هذه الأسهم إذن تسعة أخذنا الاثنان من التسعة فبقى سبعة أكتبوا هنا سبعة إذن من التسعة أخذنا الاثنان لتساعد الثمانية لتصبح متنما للعشرة فبقى سبعة الآن نجمع ثمانية زائد اثنان كم تعطينا؟ تعطينا عشرة أحسنتم زائد ماذا؟ زائد سبعة الآن نكمل حساب عشرة زائد سبعة كم يساوي؟ إذن نتيجة هي سبعة عشر إذن نتيجة هي سبعة عشر لقد أنهينا مساعدة سيلين في الحساب الآن نذهب إلى أمين إذن كما قلنا أمين نفكر في استعمال ضعف الثمانية ضعف الثمانية لنساعده في الحساب إذن كما أشرنا في بهاد في بداية الدرس لنجد ضعف العدد يجب علينا القيام بعملية الزائد أو الاستعمال الدرسوق إذن ضعف الثمانية هو ثمانية زائد ثمانية إذن ثمانية زائد تسعة يساوي ثمانية زائد ثمانية لكن هذه الثمانية من أين أتينا بها؟ أتينا بها من العدد تسعة إذن أخذنا هذه الثمانية من العدد تسعة إذن عندما أخذنا العدد الثمانية من العدد تسعة كم بقي لها التسعة؟ لنقوم بعملية الناقص تسعة ناقص ثمانية كم يبقى؟ هيا قوموا بعملية الحساب بسرعة الآن كم وجدتم؟ تسعة ناقص ثمانية يساوي واحد أحسنتم الآن نكمل حساب ثمانية زائد ثمانية نجمع ثمانية زائد ثمانية كم تعطي لنا؟ تعطي لنا ستة عشر إذن ضعف الثمانية هو العدد؟ ستة عشر أحسنتم زائد زائد ماذا؟ زائد واحد نكمل حساب ستة عشر سائد واحد كم تساوي؟ لنحسب ستة عشر سبعة عشر أحسنتم إذن وجد أمين سبعة عشر وسيلين كم وجدت؟ وجدت سبعة عشر إذن سيلين وأمين قاموا بطريقتين مختلفتين للحساب حساب ثمانية زائد تسعة لكن وصلوا لنفس النتيجة وهي سبعة عشر أحسنتم الآن ننتقل إلى الجزء الثاني وهو أنجز أنجز أحسب بالكيفيتين أحسب بالكيفيتين إذن إذن أفكك العشرة أفكك العشرة مثل سيلين أستعمل ضعفة ضعفة عدد أستعمل ضعفة عدد مثل أمين إذن سوف نبدأ بطريقة سيلين أفكك العشرة إذن العملية الأولى ستة زائد ثمانية لنكتب العملية الأولى ستة زائد ثمانية تساب إذن الستة تبحث عن المتمم للعشرة تبحث على العدد الذي يتممها لتصبح عشرة إذن ستة كم تحتاج لتصبح عشرة هيا نقوم بالحساب عشرة إذن النتيجة هي أربعة إذن ستة تحتاج إلى أربعة لتصبح متمم إلى العشرة عفة إذن من أين تأخذ الأربعة تأخذها من الثمانية تأخذ الأربعة من الثمانية إذن نكتب ستة زائد إذن ستة تحتاج إلى كم لتصبح عشرة تحتاج إلى أربعة نكتب أربعة من أين تأخذ من أين من أين تأخذ الأربعة تأخذها من الثمانية إذن تأخذ الأربعة من الثمانية إذن ثمانية ناقص أربعة كم يبقى لها الثمانية إذن نقوم بعملية ناقص ثمانية ناقص أربعة كم يبقى؟ كم وجدتم؟ إذن وجدتم أربعة جيد أحسنتم إذن زائد أربعة كم يساوي؟ إذن نجمع ستة زائد أربعة نجد ستة زائد أربعة نجد أحسنتم نجد عشرة الآن عشرة زائد ماذا؟ زائد أربعة الآن عشرة زائد أربعة كم يساوي؟ نتيجة هي أربعة أحسنتم أحسنتم جيد